السلام عليكم ازايكم يا حباب قلب عمدين ايه ان شاء الله نهاردة فيديو جديد انتو حبيتوا الفيديو بتاع اللي فات اللي هو بتاع السيدة اللي كانت غيرت في حاجات بيتها وطلبتوا مني الفيديو ده تاني جايباتكم نهاردة كده سيدة اببعت فيه دكورات بيتها زي ما انتو شايفين كده كل حاجة عملتها بنفسها هي من بيت بسيط ومن اسرة بسيطة جدا حبيت ان هي تجدد وتغير في بيتها باقل الامكانيات عايزة اقول لكم كمان ان السيدة دي اصارت ضجة على مواقع التواصل كلها بيتنظمها الحاجاتها والحاجات بيتها زي ما انتو شايفين كده عاملة حاجات جميلة جدا جدا هتشوفوا كل الحاجات دي عايزة اقول لكم عملت سرير قضة نوم هي اللي صممته باديها كده زي ما انتو شايفين هتشوفوا كل حاجة دلوقتي في الفيديو بس طبعا لو انتو اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي من خلال الفيديو ده ياريك تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد مني وفضلا منكم حطوا اللايك للفيديو وتمنى ليكم المشاهدة الممتعة وطبعا نستنية كومنتاتكم تحت اللي بتفرحني زي ما انتو شايفين كده هي اول ما اتدت بتغير في القوضة بتاعتها او تقريبا هي حاجة طبعا طبعا المطبخ زي ما انتو شايفين هي بترمم الحيطة خالص كده بالمعجون طبعا فيه طبعا رتوبة زي ما انتو شايفين في الحيطة فحبت ان هي تعملها بنفسها بدل ما هي تجيب نقاش او حد من اللي هو بيدهنه الشقة وكده زي ما انتو شايفين رمامة الحيطة وزبطتها ودهنتها بعد كده بقا عملت الباب زي ما انتو شايفين كده طبعا الادوات اللي معاها دي ادوات الدهان كمان عايز اقول لكم ان الكراسي بتاعت السفرة بتاعتها دهنتها كده كانت طبعا باللون البني عملتها باللون الابيض وبعد كده عملت الشباج كمان يعني هي عملت كده تنظيفة وتغيير تام للقوضة طبعا هي هنا كانت بتشيل بقى الدهانات اللي كانت وقعت منها في الحيطة من الحيطة وبعد كده كنست ومسحت زي ما انتم شايفين وفرشت القوضة وبقت زي الفلس زي طبعا بقى عايزين نحط لها اللايك ونشجعها وتشجعوني كمان ان انا جيب لكم فيديوهات زي دي كلنا نتشجع منها ولو احنا عندنا حاجة في قلبي البيت ونفسنا نعملها ونفسنا نغير في بيتنا نغير كده بالادوات بتاعتنا باقل التكاليف وحاجات انت اللي هتكوني عاملها بيدك لا هتستني بقى صنايعي ييجي يعملك حاجة ولا هتستني حد يتأخر عليك ولا الكلام ده كله انت اللي هتعمل كل حاجة بنفسك هي هنا كانت في الاول كده كانت بتوريكو الباب هي كانت عملته ازاي هو مفروض المقطع ده كان ييجي قبل المقطع ده بس معلش بقى ايجا مني كده هي كانت الاول طبعا حددت الشباك زي ما انتو شايفين او حددت الباب باللزق علشان طبعا اللزق عشان الدهان ده ما يجيش في الحيطة زي ما انتو شايفين كده وبعد كده كان لونه بني ابتدت ان هي تدهينه باللون الأورنج ده شكله كده هو دوت عامل كده زي زي نيش او زي مثلا درفا كده بتحط فيها الحاجة بتاعتها ده كده شكله بعد ما خلص اهو هتقدر بقى ان هي تحط حاجاتها برحتها وغيرت من اللون بتاعها ده كده شكل كرسي تاني اه مفروض ان ده كرسي في المطبخ يعني كان طبعا زي ما انتو شايفين لونه كان عامل ازاي في الاول وغيرته من اللون اه الابيض كده وهتحط عليه الرسومات دي موجودة برضو اه في السوق عادي وبعد كده بتبتدي ان كنت تدهينيها بالهو الغيرة وبعد كده بمادة عزلة زي ما انتو شايفين كده حطتها على الكرسي اهي ما عارتش فيها اي حاجة وغيرت شكل الكرسي وعملت تغيير جميل جدا هنا بقى كمان عملت من الكارتونة يعني اعادة تدوير بتعمل اعادة تدوير للحاجة اه بتعمل بقى منظمات وحاجات جميلة جدا اه من الكارتونة يعني كارتونة عادية جدا زي ما انتو شايفين وجابت حبل اه ايش طبعا الحبال دي بتبقى موجودة عند الخردواتي او الناس اللي هما بيبيعوا الحاجات اللي هي بتاعت اعادة التدوير وكده اه زي ما انتو شايفين بقى بمسدس الشامع وفضلت كده اه يعني ماشي عليها كلها زي ما انتو شايفين طبعا الفيديو شارح نفسه اهو لحد طبعا لما هتخلصها كلها زي ما انتو شايفين كده بجد حلوة قوي لما يكون عندك حاجة وتحب ان كنتي تفتكس فيها وتطلع لها افكار جديدة وتطلع لها حاجات جديدة هنا بقى هي جابت اه اه قماش وطبعا ابتدت ان هي كده اه تعملوا من الجناب تقفلوا من الجناب على قد الكرتونة بالزبط عشان الزيادات اللي فيها دي اه تبتدي طبعا ان هي تشتالها او تتخلص منها شوفوا بقى هي كانت بتاخد المقاس بالزبط وابتدت كده بالخيط والابرة اه خيطت على قد المقاس على طول بتاع الكرتونة وبعد كده هتقص الزيادات زي ما قلتلكم بعد كده بقى بعد ما هتقص الزيادات دي هتحطها في قلب الكرتونة من جوا وهتوريكم باقيها باقيت الكرتونة هتعمل فيها ايه بجد عايز اقول لكم الفيديو ده جميل جميل جدا والله يستهل منكم احلى لايك والمشاهدة لان بجد فيه كله افكار وحيال وحاجات ومنظمات وحاجات جميلة جدا هتعجبكم طبعا زي ما انتم شوفتوا لبست كده الكرتونة او بقى الباسكت بقى عميت في يومكا وعميت شرشت كده من الخيط اللي هي كانت عاملها بجد بقى منظم طحفة 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 حطيته بقى كده في المكتبة تقدر بقى ان هي تحطه كنوع دكور وممكن تحط فيه اي حاجة ممكن نعمل منظمات من دي بس طبعا يكون بقى بكرتون من اللي هو لسئيل ونحطها في المطبخ كزي التربو كده هنا كده بتوريكم حاجة تانية برضو بتعملها حاجات بسيطة جدا كرتونة مدورة عادية جدا هتلزق عليها بالشامع وجابت كده نوع قماش مدور اي بقى عندك اي نوع قماش على فكرة لو عندك ملاية قديمة وفيها مثلا زي نظام الدوائر دي او اي شكل انت حباه تقدر انك انت تقطعيها تقطعيها كده وتلزقها زي هي ما لزقتها طبعا دوت عارفين الريش الريش برضو بتشارع من عند اللي هو الخردواتي تبت لقيه موجود عنده بتجيبي مثلا الكمية اللي انت حبها شوفوا بقى هي عملت ايه طبعا هي حطت طبقتين بعد او بتحاول تملى الفراغات بحيث ان يكون شكلها حلو شكلها شيء كل ده ممسدس الشامع ما عملتش اي حاجة ولا يعني كل اللي اشتريته يعتبر بس اللي هو الريش ده او الفرو ده حطت بقى كده حاجة زي نظام داير كده وعارفين ده الفوزدو القشر بتاعه زي ما انتو شايفينه هي رشة طبعا باللون الابيض وزي ما انتو شايفين لزقته كده بالشامع يعني بجد عملت نوع دكور حلو جدا جدا شوفوا بقى عملت منه الالوان ايه تقدر انك انت تعملي كده وتجيبي الالوان اللي انت عايزها وحطت لازق دابل فيس وحطته على الحيطة بجد شكله حلو جدا بقى طبلو شكله تحفة تحفة بجد يلا بقى حطلها لايك عشان مجد والله هي تستاهل شوفوا بقى شكلها عامل ازاي والله هي بقى شكلها حلو جدا وكنوع من التغيير والتجديد طبعا بقى هي عملتها طبعا بالالوان اللي هي بتاعت الانتاري بتاعها علشان تليق على الانتاري بتاعها هنا بقى من صنية قديمة عندها او ممكن تكون صنية انت مستغنية عنها مش بتعملي فيها حاجة جابت طبعا الرش اللي هو بترش بيه الحاجة بتاعتك هو بيبقى برضو موجود وعلى فكرة ازيزت الرش دي مش غالية تقريبا بحدود عشرين جنيه او خمسة عشرين جنيه عملت كده خشب زي ما انتم شايفين وعملتها زي نظام غازة ورد وحطت فيها الورد او الزرع بتاعها وشوفوا بقى ما شاء الله شكلها حلو جدا جدا من اعادة تدوير حاجات بسيطة نيجي هنا بقى للسرير بتاعها السرير بتاعها او الغرفة النوم بتاعتها هي الغرفة يعني عايز اقول لكم جددتها من اولها طبعا الدولات كانتوا شايفين شكله عامل ازاي لونه ايه غيرتوا باللون ده وهتجيب لكم دلوقتي هي عملت ايه والتفاصيل ده على فكرة اللي هي بتدهنه ده السرير شوفوا بقى دهنت من فوق اللون البني الغامق طبعا على حسب ما هي تحب او ما انت تحبي طبعا هي جابت خشب وصمرته في بعضه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو وبعد كده عملته سرير عادي جدا جدا وحطت عليه المرتبة بتاعتها يعني تقدري بكل بساطة وبكل سهولة لو انت حابة مثلا تصنعي حاجة في بيتك هتصنعيها وتعمليها بس اهم حاجة التفكير فكري صح وانت والله هتمشي اه صح في كل حاجة هنا طبعا شايفين ده اه تسريحة صغيرة اه كان لونها بني حابت تغيرها كده للون الجنزاري وعملت كده من فوق زي نظام ايه رخامة اه الرخامة اللي هي المشباحة دي زي ما انتم شايفين عملتها بالشكل ده كده وده رف كده دهنته برضو هو خشب برضو اه صمرته في بعضه وابتدت ان هي تدهنه باللون اللي هي عايزاه سرير طبعا علشان خاطر كله يبقى شكله واحد ده هنا الرف ده بقى كانت بتجمع السرير كله وبتوريكو هي دهنته ازاي ده الدهان اللي هي كانت دهنته بيه دهنته طبعا باللون البني زي ما انتم شايفين هو كان بيبقى خشب عادي جدا جدا ولونه فاتح خالص وابتدت هنا زي ما انتم شايفين يعني شوفوا هو كان في الاول خشب عادي جدا اه طبعا بمساعدة زوجها معاها صمروه في بعضه كده بقى عامل كده زي نظام خشب كله ملزق في بعضه وهنا ابتدت ان هي تدهنه باللون البني طبعا الدهنات دي متواجدة وحاجات سهلة جدا تقدر انك انت تعمليها طبعا انتم شفتوا بقى الرصة بتاعت السرير دي في المقطع اللي فات هي ازاي كانت رصته هي هنا بتورهولكو تاني اهو بتوريكو ازاي هي نظامته عملت سرير من غير يعني يعتبر ما تكلفش عليها فلوس كتير ولا اي حاجة حاجات بسيطة تقدر ان هي تزبط بيها بتها في ناس كتير يا جماعة عايشين في حاجات زي كده يعني مش شرط انك انت تبقي معاك فلوس يامة والكلام ده علشان تحقق اللي نفسك فيه فيه ناس كتير راضية بالحاجات دي شوفوا عشان هي تسبتوا في بعضهم في الاتنين في بعض جابت طبعا المصامير وجابت الحاجات اللي هي بيسبت فيه السرير وسبتتوا في بعضه كده وزي ما انتم شايفين عملت المرتبة وحطت حاجاتها عليه وفرشت حاجاتها عليه يعني باقل الامكانيات وباقل التكاليف بجد انا مبسوطة منها جدا جدا لاني بجد انا حسيت ان هي عايزة تعمل حاجة وعايزة تغير في بيتها وتغير كنعمة تجديد شوية وتفرح نفسها باقل الامكانيات وباقل التكاليف طبعا عملت النور الليد ده بقى علشان يعني يديها كده شكل حلو للقوضة وفي نفس الوقت تحس ان هي بقت مرتاحة في غرفة النوم بتاعتها هي كده طبعا كانت خلصت غرفة النوم بتوريكوا بقى شكل غرفة النوم كلها طبعا بقى بالحاجات اللي هي دهانتها بالدهانات بالسطارة بالرف اللي هي كانت عملته برا حطت فيه كده الكتب بتاعتها حطت فيه كل حاجاتها وكانت غرفة نوم بسيطة وده الكمود او التسريحة اللي كانت دهانتها اللي كانت لونها بني وده برضو رف كان لونه بني عندها عملته برضو باللون الجنزاري كده علشان كله يبقى يعني مقارب لبعضه فيه مننا يقول ايه ده ده شكل ده مش عارفة ايه ده كده يا جماعة فيه ناس كتيرة عايشة على ده وعلى ده مش لازمان حياتنا كلها تبقى حاجات غالية قوي وحاجات بتكاليف قوي علشان احنا نرتاح اهم حاجة الراحة النفسية بدل هي عملت الحاجات ده بقديها وحست ان هي ابداعت فيها وعملت شغل فيها كويس بجد هي تبقى مرتاحة نفسيا في كل حاجة مش شرط على فكرة ان احنا يكون معنا فلوس كتير عشان نعمل اللي احنا عايزينه هي هنا كانت بتوريكو برضو عملت اعادة تدوير من ازايز الدواء طبعا غسلتها كويس جدا بعد ان ما تدوى خلص وطبعا بيبقى عليها ورق شالت الورق ابتدت كده جابت الديهان بتاعها ودهنت كده او عملت على شكل وردة نقطت عليها كده عايز اقولكو ده غطى عادي جدا بيتشارة من السوق برضو رشت شكل الغطى باللون الدهبي والحرف بتاع الازازة وماشاء الله عملتها شكل حلو جدا حطت جنبها شموع وبقت شكل نوع دكور حلو جدا هنا دي كارتونة تانية برضو عملتها بالخيط زي كارتونة اللي هي كانت عملتها في الاول وعملتها كأعادة تدوير كده عملتها بسكة حلو جدا والحد هنا كده حبابي يكونوا الفيديو بتاعي خلص ما ردتش اطول عليكو اكتر من كده استنوا الجزء التاني منه وبجد عايز اقولكو في حاجات تانية احلى واحلى اه شوفكو الفيديو الجاي ومع السلامة